السلام عليكم واخبركم ايه يا رب تكونوا بقال فخير طبعا احنا في فيديو جديد النهاردة وهنشوف بقى السيادة اللي قدامنا دي بنظامها وترتبها وروتيناتها السحرية زي ما بيقولوا اكيد طبعا كل واحدة على مستوى انحاء العالم مهما اختلفت الثقافة واختلفت كمان من بلد لتانية وطبعا كل واحدة في دول اكيد لها اسلوب وطريقة معينة سواء طبعا في تجديد البيت او تغييره او كمان روتينات اللي كلنا اكيد بنتشجع منها يعني حالي حالكو بالضبط بنكون قاعدين كده الوقت مكسرين ويمكن ورانا حاجات كتيرة جدا خلال اليوم سواء طبعا بقى ومتجهز الغدى بتاك تعملي كمان فطار تعملي عشا حسب طبعا بقى ما بتشوفي معانا الفيديو وكمان طبعا بقى موعين قد كده في الحوض عند الغسيل عند كمان تنظفات مجرد اكيد طبعا ما بنشوف السيدات اللي زي دي بمستويات مختلفة وكمان نمازج ممكن تكون غريبة بالنسبة لنا كتا لكن في نفس الوقت مجرد اكيد طبعا ما بنشوفهم بنعرف ايه متروتين قد ايه بيفرق جدا معانا وكل واحدة فينا بتقوم وتتشجع لاننا اكيد اخدنا طاقة ايجابية من فيديوهات التنظيف اللي زي دي في ناس هنا ممكن تقولي دلوقت يا ترى يبتغسل هنا الخضار والفاكهة بالصبون العادي احب بقولكو طبعا لا في دلوقتي كمان حاجة كده مادة بتحطيها على الخضار والفاكهة بتكون مخصصة ليهم يعني اشبه فعلا بالصبون لكنهم الصبون يعني زي ما بيقولوا كده بتكون طبعا عشان تقدر تتخلص لك من نسبة الجراسيم وكمان البكتيريا اللي ممكن تكون طبعا موجودة على الخضارات والفاكهة من برا وطبعا نستبيتهم هنا يجبه كده على القطع الخشب دي عشان تصفي قول الميا اللي موجودة فيهم وندخل دلوقتي كمان طبعا كده هنا على حجرة الغسيل والمجفف بتاعها والمنشر بتاعها ونشوف طبعا كده كمان التنظيفات اللي عملتها هنا جابت يعني زي بيقولوا كده المجفف بتاعها لغسلها ده وهاتك يا مسح وغسل من جوه ومن برا وطبعا شطفتها بالميا وممكن كتير جدا من نجو دلوقتي كمان يقول لي غلط ان الأدوات القربائية تتمسح كده فصل القهرباء وحب اقولكو طبعا بلاش فعلا الخطوة دي من اي حد يعملها شوف هنا كمان برضو كده البوتجاز بدأت كمان طبعا في تنظيفه كده وتلميعه وطبعا زي ما احنا عافين برضو الخلي بيكون مطاهر ومعاقب معاكل كل الحاجات اللي استلس اللي زي دي وطبعا هنا كمان برضو كده استخدمت كذا حاجة يعني المسحوق العادي بتاعها أو البريل العادي وبدأت كمان طبعا كده هنا في تنظيف البوتجاز وتلميعه كويس جدا حتى الحوامل بتاعة البوتجاز بدأت كمان تلماعها كويس حتى البراد اللي كان موجود هنا يعني المهم مفيش حاجة تخرج من مبخ النهار ده غير وهي واسقة ان كل حاجة كانت نظيفة والروتين ده فرق جدا معاها ومعانا احنا كمان صدقوني كلنا اكيد بنستفاد جدا من السيدات اللي زي دي وياكفي كمان طبعا الحماس والتشجيع اللي كل واحدة فينا بتطلع منه وكمان طبعا الطاقة الحماسية والإيجابية اللي كلنا اكيد بنكون مستنيينها وكمان نشوف طبعا دلوقتي كده اللحظات السعيدة اللي بتمر علينا كلنا وهي ان الحب بتاع المواعين بتاعك ما يكونش فيه اي مواعين نهائيا وحب اقولوكم كمان على حاجة كده يقتر فين تشجيعكم لها ودلقناة والحماس سيدنا باقومون مستنيها كل يوم منكم للأسف كتير جدا منكم دلوقتي ممكن يكون بيتابعني وبيكسل كمان يحط اللايك بحب اقولكم اللايكات دي هي اكيد اللي بتشجعني دايما اجيب لكم كل جديد سواء طبعا صيدات او تنظيفات او يمكن كمان ادوات حديثة دايما بتبهرنا كلنا شوفنا طبعا دلوقتي كده التنظيف السريع وكالعادة ده كمان روتين تاني ليها في يوم مختلف ونشوف طبعا دلوقتي بقى عملية غسيل المواعين السريعة اللي بتقوم بيها وبدأت كمان تصفي كل حاجة على المصفى الخشب اللي موجودة جنبها المهم يعني النتيجة دايما هتقوم مبهرة زي ما احنا شايفين حتى هنا طبعا القطعة الموجودة دي بتاعت العيش بدأت كمان تخسلها كويس جدا وتسيبها هنا على المصفى وتلمع كل حاجة موجودة على الرخامة بتاعتها ودلوقتي كمان كده هنشوفها هنا بتقطع الخضار والفاكهة دول يا ترى بدأت كمان تقطع كده كطع الكنتروب ده وتحطه هنا كمان برضو كده في العلة بتاعت التلاجة وهنا كمان برضو الخضارة دي يعني بتقول لو انت نزلت سوق كده واشتريتي مجموعة من المشتريات حاول تزبطي كل حاجة قبل ما تدخليها كمان اكيد عندك في التلاجة وزبطت كل حاجة كانت موجودة ونشوف يا ترى كمان دلوقتي مجرم ما تعين كل حاجة في التلاجة ايه هيكون مصرها زي ما اكيد احنا شايفين دلوقتي يعني طبعا بتحافظي على حاجتك عشان اكيد تقعد معيك الفترة اطول واي حاجة طبعا تخلصت منها بتبداي بعد كده اكيد تتخلصت منها مباشرة زي ما شفنا المهم بنخرج من الفيديوهات اللي زي دي وكل واحدة فينا متشجعة واخد طاقة ايجابية وكمان في نفس الوقت احب اقولك دلوقتي ان الوقت اللي متفرق فيها على الفيديو اكيد بيكونش ضايع ابدا انا عن نفسي ساعات كده بشغل جنبي الفيديو وانا وقفة في المطبخ وبشغلوا كده على فيديو القناة انا بحبها وابدأ اسمع كده وبيقولوا ايه وانا بشتغل في المطبخ منها بسلي وقتي وكمان في نفس الوقت بحسش بالوقت ابدا وانا وقفة كده وبلاي كل حاجة خلصت معي بسرعة ويمكن ده اكيد اللي معظمنا بيحاول يعمله دايما بتشوف ايه اللي انت بتحبيه وبيشجعك واكيد طبعا بتلجئيله دايما وندخل كمان دلوقت كده على روتين جديد ويته انطفات ويته جايزات جديدة ويمكن معظمنا ببسحة من نوم جاريه اول حاجة كده بتشغل جسالة بتاعتك دورة كاملة وعلشان طبعا المجربة بتخلصي بقى ممكن طبيق بتاعك او بعض الروتينات في البيت تكون الجسالة خلاصت وكمان تبداي في نشر الملابس المهم بتستغلي كل وقت او كل لحظة بالنسبالي خلال اليوم لانا طبعا شغل البيت مش بيخلص ابدا وبالذات الجسيل بتاعك دايما كده كل يوم عندك موعين وعند الغسيل ويمكن ده كمان اللي كل واحدة فينا دايما بتحاول تحمله باستمرار اي نعم شغل البيت مش بيخلص ابدا لكن ده ما يبنعش ان النشاط والحيوية اللي كل واحدة فينا بتاخدها من الفيديوهات اللي زي دي بتحمسك ويتحافزك كمان تقومي وتعاملي حاجات كتيرة جدا ورا منك وهو ده كده اللي كلنا بنحاول نعمله الكم ساعة كده اللي بتصح فيهم بالنوم والصبح قبل كمان ما بتبدأي في عملية التنظيف عندك في البيت او الروتين مو ظن طبعا بنصحب من النوم بنمسك الموبايل ساعة كده ولا حاجة على من فوق وممكن طبعا تعمل نفسك المشروب المفضل بالنسبالك وبتعودي كده على ما بتفوقي بقى كده تتفرج وتستمتع معانا بالفيديو اللذيذي اللي زي ده وتاخد منه باور حالو وتقومي بعد كده طبعا ما يتشجع على طاقة إيجابية وحمس حالو معظمنا أكيد ويمكن كلنا عنده مشاكل كتيرة وأكيد طبعا فينا اللي بنحاول نحلها ونتغلب على الحياة بصورة كلية زي ما احنا عارفين وبنكون طبعا كده أيضين لحظات أمل وسعادة تعدى علينا في النص ومنضمنها طبعا اللحظات السعيدة اللي زي دي بنقعد كده ونمسك موبايلنا ونتفرج ونستمتع بلحظات حتى لو بسيطة جدا وننسى بيها الدنيا خلال العشر دقايق بتوع الفيديو ده ونستمتع كده وناخد طبعا شوية من الحماس والطاقة الإيجابية وزي ما شفنا طبعا السعيدة اللي قدامنا وطريقة غسلها للخدار والفاكهة وأظن طبعا يعني الصابون اللي بيكون مخصص لغسيل الصابون والفاكهة وبيكونش فيه نسبة صابون علي قوي لكن أحب أقول لكم أنه دلوقتي متوفر في كل السوبر ماركات ويمكن كمان سعره بسيط مثل زي ما أغلبنا كده متخيل أنه هو غالي لكن أحب أقولك هو ده الصح وفيه ناس ممكن تقولك أنا مش متوفر بالنسبة لي الموضوع ده أحب أقولك إن أية علقاء للخدار والفاكهة بعد ما بتخليهم كويس في نقطة بسيطة كده من الخل يعني دي بتقضيلك برضو على نسبة كبيرة جدا من الجرسيم والبكتيريا اللي ممكن تكون طبعا موجودة على الخدار والفاكهة وطبعا دلوقتي شفنا كده طريقة تفرزة هنا للحوم والخدار زي ما شفنا وأظن طبعا كده يعني الحماس والنشاط اللي أخدناه من النهار ده خلال الفيديو استمتعنا جدا بيهم ونكمل مع وعد كده الفيديو ونشوف كمان تفاصيل وماشية إزاي وقد إيه كمان كل حاجة في الديكورات دي بتفرق جدا معنا التنظيف والتغيير وكمان طبعا التوضبات وروتنات العميقة اللي بتفرق أكيد مع كل واحدة فينا وطبعا ده كمان كده روتين مجهز هنا ليها سواء طبعا في غدا أو عاشة كانت مجهزة وبدأت طبعا تفاضي بواء الأكل كده زي ما شفنا عشان طبعا تبدأ تخسل الموعين يمكن زي ما كلنا بنعمل بتيجي في نهاية اليوم بتفاضي كل حاجة فعلا بالدلاجة بتاعتك وتبداي طبعا تشتفي كل الموعين بتاعتك لأن معظمنا وأنا كمان زي زيكم بالظبط ما بحبش أبلا يبقى شكل الحالة الموجودة كده عندي على البوتجاز أحب خلص اليوم كله ومشوفش أي حاجة موجودة عندي بحب كل حاجة على رخامة تكون فاضية وأظن هنا طبعا الشكل كان واضح جدا وقد إيه كان شكله حلو جدا وده كمان دلوقتي كده روتين سريع هنا ليها في قط النوم والتوضبات اللي بتبدأ تعملها وطبعا في النهاية بتحبك يا تعقامي القوضة وتكون إضامنا كمان إن كل حاجة نظيفة وزي الفل ومتهارة ومعاقمة قدامك وقد إيه اللحظات دي اللي يمكن كلنا بنستناها شكل البيت وهو مهيئ للحياة الأدمية زي ما بيقولوا بيحاسسك براحة نفسية كبيرة جدا ونشوف كمان دلوقتي مع بعض الروتين ده وكمان طريقة التنظيف والترتيب فيها تمشي إزاي كل دي طبعا حاجات سريعة بتمر على كل واحدة فينا طول اليوم لأن زي ما إحنا عارفين شغل البيت مستحيل يخلص أبدا لكن طبعا يكفي الحماس والنشاط اللي إحنا أخدناه مع بعض وأتمنى من كل قلبي إن فيديو النهار ده يكون عجبكم ولو عجبكم الفيديو أتمنى طبعا تفرحوني بلايكاتكم الحلوة واشتراكاتكم اللي بتحفزوني بيها دايما أعرض لكم كل جديد في عالم النظافة أشوفكم إن شاء الله على خير بكرة في فيديو جديد ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة